تمديد حضر التجوال وجعله جزئيا تارة وشاملا تارة أخرى إجراءات أصبحت كابوسا حقيقيا يهدد الحياة الاقتصادية لأصحاب الدخل اليومي ومستأجري المحلات حيث أن أطلاق مثل هذه القرارات من قبل الحكومة لا يقابله قرارات تعمل وتعين على تجاوز الأزمة واجب الدولة أن تلتفت على المواطنة تخصصها ولو جزء بسيط من راتب شي يعيش من عنده غذائية ماكو وراتب ماكو زين المواطن شون رح يدبرها يعني الله يكونوا بعونه اللي قاعد إيجار الله يكونوا بعونه اللي قاعد بيته إيجار وتجي عنده محل إيجار خمس ملايين أو عشر ملايين بالسنة أو سبع ملايين زين هذا مين رح يسده مين رح يسده إذا هو حضر يومي من الصبح الليل هو معزل مين رح يجيب هذا بالمحل اللقمة ما عدنا إحنا أصحاب محلات أصحاب أجارات مريود من عدنا مريود من عدنا أجار ومريود من عدنا مصرف وين نروح وين نجي يعني إحنا وهك هاي تباوع الله وكي لك نفتح ماكو كساء ومعزلين ومفتحين وين نروح يعني وين نجي إحنا فنطلب نطلب يعني من الحكومة نتلتفت أنه أجاراتنا إحنا ملايين ما وجب على الحكومة وحسب رأي مراقبين لم يطبق حتى على الأملاك المستأجرة والعائدة للدولة العراقية فلا أعطاء سماحات عن قيمة مبالغ الإيجارات ولا توفير بدائل ولا منح مالية وهذا ما قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية إذا ما استمر الحال على ما هو عليه يجب على الحكومة العراقية توفير البدائل المناسبة لأصحاب الدخل المحدود والطبقات الفقيرة منها أعطاء السماحات للإيجارات التي بعهدة المستأجرين الفقراء والبسطاء والمعدومين من أصحاب الدخل المحدود وكذلك توفير المنح المالية وتوفير المؤن المناسبة لتغطية حاجات المواطن البسيط اليوم إذا ما حدث العكس بمطالبة الحكومة العراقية بفرض غرامات على الذين يتعذر عليهم تزديد بذمتهم فاستحل كارثة بالمجتمع اليوم أغلب الدول أخذت هذا المنحة وأخذت هذا الجانب بإعطاء المساعدات وإعطاء السماحات منذ عام والحياة الاقتصادية قد توقفت بسبب إجراءات حظر التجوال وتبعاته وحال المستأجرين كحال المواطنين من سيء إلى أسوأ من صلاح الدين فراس الحسني التغير